هذه البناية تجسد معاناة مدينة الرمادي رغم حجم الدمار الذي لحق بها ما تزال تحتضن قاطنها حيث أجبر العديد من العوائل على السكن بين هذه الأنقاض مؤكدين على عدم مشاركتهم في الانتخابات المقبلة ومحذرين السياسيين من اتخاذهم كورقة لدعاية انتخابية شوف الشغر شوفها الله يرضاها محمد يرضاها المن انتخب بس فهمني عم طقت رواحتنا بزعنا والله بزعنا عم شوف احنا شا اقول لك يعني شا اقول لك بوعي شغر صورها عم صورها يعني بها حال احنا لا انتخب اخوي ابن امو ابو امو انتخبه عم بزعنا شوف الانقاض شوف الاسخام شوف هاي الوضعية اي لا اكون مسؤول الناشد ماكو اي مناشدة اي هذا ما حريم ارنا ولا حسل بينا اي فاحنا شون يعني بيش حالة شون بهاي كل هاي باك يعني حتى والله اشكال يعني اشكال يعني جغيذية ما هذا حتى عضة ابني اي فما عدري يعني شون هاي الوضعية ما عدري لا مسؤول يجي هاي باكت الانتخابات يجون انتو الانتخابات يلبسون معاناة كبيرة تواجههم في هذا المكان في ظل امكانياتهم المحدودة بعد ان اجبرتهم الظروف على العيش في بقايا منازل الريدل روح التعويضات نقو لوقف عشباك يابا تأمطينا بس الريدل تسلسل مالنا طال موجودة المعاملة مالتي انا صار لأكثر من سنة من سويتها ردلي يعني دقني حاسبة يطرد بينا ماكو حجية بعد موهسة يطرد بينا يابا شنو السبب انا صار لأكثر من سنة من سويت المعاملة مالتواني قاعدة بالشارع بالشارع قاعدة اركيب بالشارع لم يتلقى سكان الرمادي تعويضات تكفيهم من اعادة بناء ما دمرته الحرب ليبقى مصير المتضررين عالقا بين انقاض منازل مهدمة وانتظار تحقيق الوعود من الرمادي احمد الحمداني قناة سامراء